لما بنقول لحضراتكم أن هذه القيمة و هذا المؤتمر هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ هذا الكوكب فده مش كلامنا ده كلام الخبراء والمختصين في هذا المجال لأنه لم يعد يمتلك العالم رفاهية الانتظار لابد من إيجاد حلول وحلول سريعة الخطط تكون قصيرة المدى لإنقاذ هذا الكوكب مما قد يحدث في المستقبل ومن اللي بيحصل دلوقتي احنا بكل تأكيد متابعين وشايفين أثار التغيرات المناخية عايزين نتكلم عن نقطة بقى غاية في الأهمية وهي فيزياء التغيرات المناخية إيه السبب اللي خلى فيه تغيرات مناخية هل هذه التغيرات المناخية نتجة فقط عن ارتفاع درجة حرارة الأرض ولا في أسباب أخرى إيه ممكن يحصل لما تزيد درجة حرارة الأرض عن المعدل الحالي كل هذه الأسئلة هي جاوبنا عليها طبعا العالم الكبير الدكتور هشام العسكري نائب رئيس تنفيذي لوكالة الفضاء المصرية دكتور هشام صباح الخير صباح الخير أهلا بحضرتك أهلا نهدير أهلا ربنا خلي مرسي خلص ربنا خلال الكوكب ده عبارة عن مجموعة من الأغلفة تمام وليها حركة وليها توازن تمام لو حصل خلال في هذا التوازن بتحدث تغيرات المناخية إيه السبب اللي يؤدي لحدوث هذا الخلال تمام شاكل طبعا الإصدافة وصباح الخير على مصر كلها زي ما حالي تفضلت الكوكب مكوم من أغلفة يعني إحنا بنقول عليها بالإنجليش كلمة spheres ويمكن دي كلمة درجة للناس اللي هي كلمة الأتموسفير الغلاف الجوي الهايدروسفير الغلاف المائي الكرايوسفير الغلاف الجليدي وما شابه كل الأغلفة ديت هي عبارة عن أنظمة إحنا بنقول علي كوكب الأرض هو عبارة عن نظام متكون من عدة أنظمة أخرى الأنظمة اللي حالي تفضلت بها اللي هي الأغلفة كلها فيها نوع من علاق الاتصاق فيها نوع من الهارموني فيها علاقات بينية مشية بطريقة سيستيماتيك أو بطريقة طبيعية عندما يحدث خلل في هذه العلاقات يحدث ما نراه من كوارث طبعية هذا هو ما يحدث الآن الخلل ده ناتج من إيه؟ ناتج إن فيه العلاقات البينية بين مثلا الغلاف الجوي والغلاف المائي بتختلف ببعضنا لو إحنا جينا ضربنا مثال حضرتك عارف الأعاصير بتتكون على المحيط الأطلنطي وبتتجه إلى السحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية أو اللقارة شمال أمريكا الأعاصير ده بتتكون إزاي؟ بتتكون نتيجة البخر الذي يحدث من الغلاف المائي في المناطق الاستوائي بالضبط كده فأنا عندي بخر بيحدث من المحيطات البخر ده بيتجي إلى فين؟ إلى الغلاف الجوي فبيكون ما يعرف بإسم حاجة اسمها الكونفاكتف تشيمني أنا مش عارف الترجمة بتاعتها الصراحة الكونفاكتف تشيمني أو المتخانة دي اللي هي الرأسية دي بتكون أو بتؤدي إلى تكون ما يعرف بإسم المنخفضات الاستوائية اللي احنا بنسمع عليها يقول لك فيه منخفض الاستوائي بالضبط كده بالضبط كده فالمنخفضات الاستوائية دي أصبحت بقى إيه؟ أصبحت أكثر شراسة أصبحت أكثر قوة مشكلة التغييرات المناخية هي الحدة بالضبط كده الحدة اللي هي قوة الإيفنت أو قوة الحدث والتصارع في حدوث هذه الأحداث يبقى أنا بحظ لو أنا عندي مثلا بيحدث مثلا إعصار أو اثنين أو ثلاثة العام الماضي ممكن تلاقي مثلا في الأعوام السابقة أو يعني كل ما الزمن بيتطور تلاقي مثلا في عشرة في خمسة عشر في عشرين وهكذا فإحنا بنتابع حاجتين بنتابع التصارع في الأحداث التي تحدث على هذا الكوكب وبنتابع أيضا الحدة في الحدوث فهي ديتهم مقطتين اللي احنا بنتابعهم مثلا خلال مئة سنة ممكن نسمع عن جزر اختفت بالكامل أو بلاد ما بقت شمال بودة يعني أنا يعني خليني أقول لحضرتك يعني أنا برضو مش عايز أثير الزعر لدى العامة لأن ممكن لما يسمع كلام بالشكل ده ممكن يعني إيه يحصل له نوع من الهلع اللي هو الغير مرغوب فيه لو إحنا استمرين أو لو العالم كله استمر أنا ما أتكلمش على مصر مصر يعني نقطة في بحر لو أنا تكلمت على العالم كله لو إحنا استمرين في نفس النهج الذي تنتهج الدول حتى الآن للأسف الشديد هتحدث زواهر طبيعية من الشدة التي ممكن أن تؤدي إلى مثل هذه الأمور دولة زي بنجلدش بتصارع الفيضانات دولة زي أو أوروبا عمتا يعني باكستان شفنا اللي حصل فيها بشكل غير طبيعي إحنا شفنا اللي حصل في السومترا شفنا اللي حدث في أوروبا من الحرائق الغبات ودي برضو نقطة مهمة جدا حضرتك شايفها في التباين في الأحداث يعني أنا ممكن يلاقي فيه مناطق بتحدث فيها فيضانات ومناطق أخرى فيها جفاف تفسيره العلمي إيه بقى؟ التفسير العلمي إن أنا بيبقى عندي نوع من أنواع الأكستريم أو اللي هي بنقول عليها الظاهرة أو يعني إيه هي خارجة عن المألوف يعني حاجات لكلمة ترجمتها هي يعني شاذة أعلى من الحد الأفرج أو المتوسط بتاعها فالتفسير بتاعها إن حضرتك لما بيكون عندي زواهر بالشكل ده هي العملية جلوبل يعني عملية يعني على كوكب كل بالزبط كده مش حاجة مش حاجة نطقية أو حاجة محلية وفيه زواهر كتير جدا يعني إيه يعني بتكمل بعضها البعض أو مرتبطة بعضها البعض فده اللي بيؤدي إلى التباين في الأحداث يعني مثلا تلاقي فيه أماكن فيها تصحر شديد جدا وتزداد عمليات التصحر فيهم أماكن أخرى تعاني من كثرة الفيضانات وتلاقي النطقات بتادي تختلف يعني إحنا يعني أنا بقول لحضرتك على بعض النمازج اللي إحنا بنعمل لها رانيج حالين على أفريقيا إحنا هنواجه التغير في الحزام المطري يعني إحنا هنلاقي أن المياة اللي بتيجي مسع على الروافد النيل الأبيض في المستقبل سوف تكون أكثر غزارة من المياه التي سوف تأتي على النيل الأزرق في المستقبل يعني فيه حركات للحزام المطير أو لطريق توزيع المياه على مستقبل العالم المحافظات اللي كان بيجي لها المطر وكانت معروفة زي محافظات البحر الأحمر وغيرها أن يكون فيها نفس أنا هقول أنا هاخد من كلام حضرتك حضرتك يعني يمكن حضرتك شهدت أيام كان فيها ثلوج في القاهرة هل ده شيء متعود عليه هل ده شيء متعرف عليه يعني أنا ممكن مثلا لما نيجي نتنبأ في عالم التنبؤات أنا ممكن أقول لحضرتك بكرة سوف تحدث أمطار والأمطار لا تحدث صح كده يعني ممكن أقولك كمان 48 ساعة ودائما لما نيجي نتنبأ بقول لحضرتك مثلا احتمال وبقول لحضرتك مثلا نسبة السقوط 20% احتمال 40% 50% فدي من سميها weather forecast يعني كلمة بالعربية التنبؤ للطقس لكن لما باجي أتكلم على climate أو على المناخ احنا بنقول كلمة climate prediction يعني كلمة prediction مع كلمة forecast اللي اتنين ليهم معنا مختلف يعني ممكن واحد يسألني يقولي يعني انت ما بتقدرش تقولي بكرة الجو هيشتي ولا لأ لكن تقدر تقولي كمان 100 سنة اللي ممكن يحدث أنا بقول لحضرتك ايوه الزيباء لما اجي أتكلم على المناخ أنا ما قدرش أقول لحضرتك والله كمان السنة جاية والسنة ورا هيحدث كذا لان السنة فتحصل كذا هذا كلام غير منضبط أنا عشان أقولك إلا هيحدث كمان 10 سنين أنا لازم أكون باصص على 60-70 سنة ورايا غير لما أتكلم على الطقس الطقس أنا بتنبأ باليوم أو بتنبأ بالغد أو بعد الغد بناء على إيه بناء على معطيات اليوم يبقى أنا بتنبأ على short term وبتنبأ على long term short term أو المدى القصير التنبؤات لا تكون بنفس الدقة الممكن ان اتباحها في التنبؤات اللي هي على المدى الأطول طيب داكتور باشي يبسينا عشان نقف يعني الناس تقولك أنا بإيدي إيه كبني أدم أعمله علشان ما كنش سبب في التغيرات المناخية أنا أكيد مش السبب هو الصناعة هو الإنسان الديفلوبمينت هو الإنسان يعني أنا ما قصدش العنصر البشر اللي هو أنا وحضرتك لا لأ أنا قصدي أنه سلوك الناس ما هوش يعني الحدث الرأي السلوك البشري أو السلوك الدولي عامة هو اللي أدى اللي إحنا بنشوفه دا إحنا سمعنا كلنا عن الغازات الدفية أو سمعنا كلها عن الإنبعاثات الكربونية اللي الناس مش قادرة تفهموا إن الغازات دي هقول لحضرتك دلوقتي إحنا عندنا أو الثورات الصناعية المختلفة على العقود مختلفة لما بيحدث كمية كبيرة جدا من الإنبعاثات اللي هي الغازات داية اللي بنقول عليها الغازات دفيئة زي ثاني أكسيد الكربون وزي الميثين وما شابه هذه الغازات عندها القدرة أنها لا ترى الشوع الشمسي عندما يأتي من الشمس يعني الشوع الشمسي لما بيعبر الغلاف الجوي بيعبر ولا يرى هذه الغازات يعبرها لغاية ما يصل إلى سطح الأرض لما بيصل إلى سطح الأرض سطح الأرض بيمتص جزء وبيعكس جزء أو الأرض بتبتدي تطلع حرارة بتطلع طاقة الطاقة دي عندما تعود من سطح الأرض إلى الغلاف الخارجي لا تستطيع العبور لأن هذه الغازات الدفيئة تستطيع أن ترى الشوع تصادر من الأرض ولا تستطيع أن ترى الشوع وده اللي بيرفع درجة حرارة الأرض لأنها ما هي طلع بقى جاية تهرب من الأرض تفضل موجودة أهمية أن احنا بنوصلش لأكتر من واحد ونص ممتاز بقى حتة الواحد ونص أهمية هقول لحضرتك دلوقتي إحنا حتة الواحد ونص ديت برضو عشان الناس يفهمها أنا بتكلم على global temperature average أنا بتكلم على متوسط لدرجة الحرارة على مستوى الكون أنا ما بتكلمش على مصر أنا ما بتكلمش على أمريكا أنا ما بتكلمش على الصين درجة الحرارة الواحد ونص ديت كglobal average معناها أن في دول درجة الحرارة قد تزداد عشر درجات ودول أخرى قد تتناقص درجتين وثلاثة واربعة وخمسة كوكب الأرض لا يتعدى الواحد ونص ولكن ده لا يعني أن مصر هتزيد واحد ونص لا ممكن مصر نزيد اثنين وثلاثة واربعة أنا ما بقولش كده عشباس لا يفهم خطأ ولكن في دول أه درجة الحرارة إحنا النهاردة بنرسل درجات حرارة في الجزائر وفي إيران قد تتعدى الـ 55 و60 درجة مقوية هل تغير مدار الأرض حول الشمس في بعض العلماء ومختصين بيقولون ده التغيرات المناخية نتيجة تغير مدار الأرض حول الشمس وهذا الآخر بيقولون يا ظاهرة طبيعية بتحدث من ملايين السنين ولا دخل البشر فيه ده سؤال ممتاز جدا وفي محله هقول لحضرتك على حاجة الكوكب الأرض عمر الأرض ملايين السنين عمر التاريخ الأيج هنحتفل بعيد ميلاد المحيط الأطلنطي المحيط الأطلنطي عمره 180 مليون سنة ده عمره تمام على مدار هذا الكلايمت ريكورد أنا بسميه بقى إيه الرصد المناخي يعني الريكورد اللي عندي ده اللي هو يعتعد الملايين السنين لم يحدث في أي فترة من فترات هذا الكون إن ثاني أكسيد الكربون تخطى المتين متين وشوية بورت برمين أو جزء في المليون لم يحدث كانت أنا بقول لحضرتك خبر إن كوكب الأرض درجة الحرارة بالفعل في عصور أخرى ازدادت لتنين درجة ورجعت ألت مرة أخرى أيوة كان فيه ظواهر طبيعية أو فيه دورات طبيعية ولكن في أي حال من الأحوال لم تكن أبدا كمية ثاني أكسيد الكربون تتعدى المتين وبعض الأرقام أقل من 300 بورت برمين أو جزء في المليون الرقم ده يعني أنا مش عايز الناس بصولوا بيعني أكين يعني إيه تقصد إيه حضرتك النهاردة على كوكب الأرض أنا بقول لحضرتك برضو يعني رصد وليس تنبؤ كمية ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي تتعدى الـ 420 بورت برمين 420 جزء في المليون في السابق كان الدورات الطبيعية كان درجة الحرارة بتزداد بهذا الشكل حضرتك شايف أنا عامل إيدي إزاي أنا عاملها كجريديينت أو عاملها كمنحنة بوري حضرتك الارتفاع حاليا درجة الحرارة تزداد إزاي بص حضرتك بهذا الشكل فأصبح الجريديينت أو أصبح معدل الارتفاع هو اللي اختلف أصبح فيه ارتفاع شديد في فترات زمنية قصيرة فهي دي التصارع اللي احنا بنتكلم فيه فالمشكلة إن أنا محتاج إن أنا أعلي جريديينت ده محتاج أن أزله مرة أخرى علشان عمليات الزيادة اللي احنا بنشوفها تبتدي تتباطئ لأن من رحمة ربنا إن هذا الكوكب عنده القدرة على إصلاح نفسه بنفسه فأنا لو وديت الكوكب الفرصة فهذا التخفيف بالضبط زي ما حصل وقت كورونا فهيبتدي إيه يعني يعني يعجع نفسه حقيقة إنه تأخر التمويل وتأخر التعامل مع المشاكل والتغيرات المناخية يكلفنا أكثر أكيد مسألة الإنفاق أكيد إحنا النهاردة في الكوكب النسخة كام إحنا في الكوكب كام 27 ده معنى إيه إن إحنا كان عندنا كام نسخة 26 حضرتك سمعتي عن الكوكب كام نسخة من الكوكب حضرتك كنت familiar بيهم سمعتي عن أحدث كوكب سمعتي عنه إيه الأرض فريدي جانيرو مثلا كوبنهاجن كوبنهاجن جلاسكو باريس شوف حاجات علامات بس بس إيه أليل يعني الناس ما كانتش ملتفتة إلى هذا بهذا الشكل وإلى الآن لم ينفذ أي شيء من التعهدات بس هقول لحليك على حاجة بس هذا المؤتمر أو هذا التجمع الدولي الكوب 27 أنا في رأيي هو أكبر تجمع حصل على هذا الكوكب بالنسبة لل أو للأطراف ده معنى إيه ده مدلوله إيه مدلوله إن الناس أصبحت تأخذ الأمور بمحملة جدية عشان كده في خمطة الرئيس لما تكلم وقال إن ده مؤتمر تنفيذ الوعود هو كان محق لأنه هو فعلا مؤتمر تنفيذ الوعود إحنا تكلمنا كتير ووعدنا كتير دلوقتي ما أصبحش عندنا رفاهية تضيع الوقت بشكل آخر في سنة 2018 صدر تقرير بيعرف باسم الواحد ونص درجة تقرير الواحد ونص درجة كان اليوأن مطلع تقرير الواحد ونص درجة ويمكن برضو هنا بيحدث اللابس عند الناس إيه معنى الواحد ونص درجة إن اليوأن كابتقول إننا المفروض إن درجة حياسة هذا الكوكب لا تتعدى الواحد ونص درجة بحلول عام 20-30 ليه؟ لإننا لو ازددت عن واحد ونص درجة بحلول 20-30 ده يعني إننا سوف أتخطى الـ 2.5 يمكن أقرب من الثلاثة بحلول عام 2100 فهي دي النقطة إن أنا مش عاوز أوصل لكده ليه مش عايز أوصل لأن النهاردة درجة حرارة الكوكب ازدادت قردي واحد واثنين من عشرة درجة مقوية فأنا قدامي 3 من عشرة درجة اللي أنا المفروض أحافظ عليهم لغاية نهاية القرن فمعنى كده إن الأكشنز on the ground أو المواقف على الأرض سوف تختلف التمويل ضروري التمويل للتكيف للدول المتضررة أو الأكثر تضرورا مطلوب وواجب إيه الدول الأكثر تضرورا في دول كتير جدا قارة أفريقيا يمكن من القارات المظلومة على هذا الكوكب ولكن أنا مش عاوز أحط نفسي في إطار أصابع الاتهام هذا الوقت هو ليس وقت من السبب من المتسبب ومن يتحمل المسؤولية العالم كله لابد أن يتحمل المسؤولية في دول لن تستطيع إلا أن تتكيف لأنها ليست مصدرة لأي من هذه الغازات وفي دول أخرى لابد أنها تتعامل مع الأمور بشكل مختلف لكن يا دكتور في دول صناعية كبرى 20 دولة صناعية كبرى تتحمل المسؤولية 80% من التغيرات المناقية أكيد أنا متفق مع حضرتك 100% هي الدول الصناعية الكبرى ديت هي اللي محتاجة تعمل ما يعرف باسم المتجيشن لأن هم اللي عندهم القدرة على تحويل الدفة العملية محتاجة إما علاج إما تأقلم مشروعات التكيف اللي إحنا بنتحدث عنها طول الوقت إحنا بنعمل مشروعات تكيف إحنا بنحمي شواطئنا إحنا بنعمل مشروعات لحمية الشواطئ إحنا بنعمل مشروعات هل فيه مشروعات زي دي بتقدم من خلال كابتوني 7 من خلال حضرتكم؟ والله يعني يمكن أنا كنت من أحد المحظوظين يعني تم الإعلان مؤخرا من أكديمية البحث العلمي لتمويل عدة مشروعات كان لها مشروع أحد المشروعات اللي هم متعلق بالسواحل المصرية ومتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر وإن شاء الله يعني بنعكف على هذه الدراسة في العامل القادمين عظيم دكتور رشام كان لك تصريح يخد أنا لما شفته تخضيت إن ملف التغيرات المناخية تاني أكتر حاجة من المخاطر اللي بتواجه الكوكب بعد أسلحة الضمار الشامل هو مش يعني خليني برضو أحط الأمور في نصابها فيه تقرير بيصدر من ديفوس اسمه Global Risk Report أنا عايز حضرتك تتفضل بالبحث عليه وأنا بقوله قدام الناس Global Risk Report من ديفوس بيصدر كل عام ديفوس قالت إن فيه خمس مشاكل بتواجه الكوكب أو بتواجه البشرية عامة أول حاجة أول خطر على البشرية هو أسلحة الضمار الشامل بعد كده من رقم اثنين لرقم خمسة كلهم أمور متعلقة بالتغيرات المناخ سواء كان أمراض المستوطنة أزباد غزاء أزباد غزاء اللي هي متسبب فيها التغيرات المناخية أو الندرة المائية التصحر كل ديت مشاكل بتدور حوالين موضوع تغيرات المناخية لأن لما هيحدث هذا حدك عندك value chain كاملة يعني هيحصل لها التدهور حدك عندك تناقص في الغزاء تناقص في التمويل تناقص في الحركة تناقص في المياه تناقص في الحياة هيحدث هجرة الهجرات اللي هي المناخية ديت هنشوفها أوروبا مش من مصلحتها أن أفريقيا تبقى متضررة لأن الناس دي كلها هتروح فين احنا هنشوف عبق عليها عبق كبير عبق كبير جدا فعلشان كده الدول أنا متأكد أن المؤتمر ده هيخلص إن شاء الله إلى نتائج ملموسة على الأرض اللي هي تخدم البشرية وتخدم وجود المكون البشري على هذا الكوكب شكرا جزيلا دكتور هشام العسكري نائب رئيس التنفيذي وكالة الفضاء المصرية شكرا جزيلا لوجود حضرتكم معنا شكرا لك شكرا لك